قبل ما يبدأ المقطع اتمنى انك تحط الزر اللايك وتشترك في القناة اذا ما كنت مشترك عشان يوصلك كل جديد واتمنى انك تنشر الرابط لاصحابك اللي لعبوا اللعبة Red Dead Redemption 2 عشان يستفيدون وانا استفيد شكرا لك هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب طبعا اليوم هو الجزء الثالث من سلسلة حالة الغاز لعبة Red Dead Redemption 2 طبعا اللغز اليوم راح يكون اسمه اللغز البحيرة المسممة اتوقع اسمه زي كذا المهم لغز يعطيك اللي هو 4 سبايك ذهبية وكل سبيك الذهبية راح تعطيك 500 دولار يعني مجموع راح يكون اللي هو 2000 دولار بمجرد من انك تحل هذا اللغز البسيط طبعا مكان اول خريطة راح تكون في هذا المكان او في هذه البحيرة زي ما تشوفون في الجيم بلاي في المنطقة الثلجية شوية بعيدة عن المخيم راح يكون هنا المخيم وراح يكون هناك مكاننا زي ما تشوفون في الجيم بلاي لما توصل للمكان المعين راح تخش على هذا البيت زي ما تشوفون في الجيم بلاي وراح تاخذ الصندوق راح يكون تحت السرير انا قد فكيته مسبقا لكن بمجرد من انك تيجي لهذا المكان راح تحصل هذا الصندوق مقفل تحت السرير كل اللي عليك انك تفكه وتاخذ الورقة بالنسبة للمكان الثاني راح يكون في هذا المكان زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح يكون هنا المخيم حقنا وراح يكون المكان اللي فيه للخريطة راح تكون هنا ما هو بعيدة مرة جدا قريبا من المخيم لما توصل لهذا المكان راح تحصل هذه الشجرة الكبيرة جليها سيبها روح للشجرة الصغيرة اللي وراها اللي هي هذه الشجرة الرصاصية كل اللي عليك انك تروح عندها وراح تحصل الورقة الثانية للغز بالنسبة لمكان الخريطة الثالثة راح يكون شوية بعيد من المخيم هنا راح يكون المخيم ومكاننا راح يكون تقريبا هنا بالضبط يعني بعيد شوية من المخيم لكن بالطريقة اللي قلت لكم عليها تقدرون تتنقلون وانت متكي لما توصل للمكان اللي حددنا كل اللي عليك انك تبحث عن الورقة الثالثة بين هذه الحجار طبعا لما تحصل الورقة يكون كذا مبروك عليك ثلاثة وراق اللغز كل اللي عليك فقط الان انك تتوجه للكنز عشان تشيل كنزك وتشيل السبايك الذهبية الأربعة بالنسبة لمكان الكنز حقنا راح يكون هنا المخيم والمكان اللي فيه الكنز راح يكون في هذا المكان تقريبا او في هذه البحيرة مرة أخرى المخيم راح يكون هنا والكنز حقنا راح يكون في هذه البحيرة لما توصل للمكان راح يكون شكل المكان بهذا الشكل زي ما تشون في الجيم بلاي كل اللي عليك الآن انك تتوجه للشلال لما تخش وسط الشلال راح تلاحظ انه والله الشلال من جوه مسمى في له تقريبا زيت او غاز والله ما ادري تقريبا لكن الزبد انه مسمى الآن شغل كشافك او فانوسك وخش الكهف لانه الكهف من جد مظلم من جوه حاول بقدر الامكان انك تتبع نفس الطريق اللي انا اتبعه لانه تفاصيل الكهف جدا كثيرة ومداخله ومخارجه كثيرة فحاول بقدر الامكان انك تمشي زي ما انا امشي بالضبط اتبعه اشتركوا في القناة طبعا بعد ما تاخذ الهوى السبايك الذهبية الاربعة كل اللي عليك الان انك تطلع من الكهف طبعا انا حاولت اني اتسلك وكذا ومدريش قالك اني بطلع بدون ما اموت لكن في النهاية اموت عادي لما تموت عادي راح يرسبنك مرة ثاني وراح تكون معاك الهوى السبايك الذهبية ننهي المقطع يلا ننهي المقطع بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوى سلام